اهلا بكم الى موجز اخبار الان قال مبعوث الامم المتحدة لمحدثة السلام السورية سيفن ديمستورا ان على المعارضة السورية قبول انها لم تنتصر في الحرب المستمرة منذ ستة اعوام ونصف العام على النظام السوري قتل ستة من هيئة تحرير الشام وجرح عدد اخر اثر انفجار سيارة ذخيرة داخل الملعب البلدي في الجهة الغربية من مدينة ادلب فيما رجح ناشطون ان سبب الانفجار يعود لاستهداف السيارة بصاروخ موجه من قبل طائرة مسيرة عن بعد مجهولة الهوية اكدت الامم المتحدة ان النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم بغاز السارين الذي طال خان شيخون في ادلب في الرابع من نيسان ابريل الماضي والذي راح ضحيته سبعة وثمانون قتيلا غالبيتهم من النساء والاطفال وجاء في التقرير ان طائرة تابعة لنظام الاسد قصفت خان شيخون بالكيماوي اعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد انه قام بتعديل وزري واسع وطال بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قررت اجراء تحويرا على التركيبة الحكومية وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد قتل اربعة اشخاص على الاقل على يد متطرفين يشتبه في انتمائهم الى جماعة الشباب الصومالية المتطرفة بحسب مقالة الشرطة الكينية ووقع الهجوم في منطقة بوبو بالقرية الهندية في مقاطعة لامو قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان التحرك العسكري ضد كوريا الشمالية ليس خيارا اول مشيرا الى انه اجرى مباحثات قوية وصريحة مع نظره الصيني شي جينغ بن بشأن القضية وانه لن يتسامح مع ما يحدث في كوريا الشمالية بحسب تعبيره تزداد المخاوف في الجزر الفرنسية في الكاريبي مع اقتراب الاعصار ارمى من اراضيها حيث يتوقع ان تتعرض جزيرة سان بارتلمي وسان مارتن لاسوأ الاضرار وبلغت قوة هذا الاعصار الدرجة الخامسة الثلاثاء كما سيكون مصحوبا برياح وعواصف تقدر سرعتها بثلاثمائة وستين كيلومتر في الساعة وفق خبراء الارصاد وقد اغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية في هذه المناطق المهددة ضبطت السلطات الفرنسية شخصين وصادرت مواد يمكن استخدامها في تركيب متفجرات اثرى تنفيذ عملية امنية في ضاحية فيجويف جنوب العاصمة باريس بحسب ما اعلنته المصادر الامنية ونقلت رويترز عن مصدر في الشرطة الفرنسية قوله ان المواد المضبوطة هي بيروكسيد الاسيتون نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة